الشيخ صالح ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الجن يخدمون الإنس في أمور هل يكون بعض ذلك جائز؟ هم يخدمون الإنس ليظلوهم ولا يجوز أن يعتمد الإنس عليهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولا يجوز الاعتماد على الجن ولا طلب شيء من الجن لا يطلب الإنسان من يعينه أو يغيثه إلا من حي حاضر عنده قادر على ما يطلب منه وأما من ليس كذلك فلا يجوز الاستعانة لا بالغائبين ولا لا بالأموات هذا شرك بالله عز وجل ولا الاستعانة بالجن لأن الجن يظلون بني آدم فجرت الجن أحرصون على أن يظلوا بني آدم كما قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميع أيام عشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فلا يجوز الاعتماد على الجن ولا سؤال الجن ولا الاستعانة بالجن إذا كان الغائب من بني آدم لا يستعان به فكيف يستعان بالغائب من الجن الذين يظلون الناس نعم